السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة من فان تاكتك حلقة اليوم في غاية الأهمية حلقة أنا واحد من الناس كنت منتظر أني أسجلها حلقة الكثير من الأصدقاء الإعلاميين المصورين المصممين وأيضا مديرو الصفحات يتكلموا كثير في هذا النطاق حلقة بنحاول نسلط فيها الضوء على أنه ليه أنديتنا ما تأخذ خطوة احترافية على مستوى تقديم اللاعبين على مستوى إدارة الصفحات على مستوى التصميمات على مستوى أنك كيف تظهر للعالم الخارجي وتظهر إمكانياتك في تقديم اللاعبين وتظهر إمكانياتك في أنك عندك ناس محترفين على كل المستويات تظهر إمكانياتك حتى في عقليتك الإدارية التي تتقود بها ناديك في أنه يأخذ خطوة أفضل حنتكلم عن العقلية الإدارية حنتكلم عن وين التفاصيل الخاصة بالسوشيل ميديا التفاصيل الخاصة بالتصاميم بتاع تقديم اللاعبين البروموهات الممكن محتاجين نحن كجمهور نشوفها في أنديتنا السودانية حنحاول برضو نعمل مقارنات مع الأنديا التانية كيف بتقدم لعبتها ونحن كيف بنقدم لعبتنا سواء كان وطنيين أو حتى محترفين بطلب منكم أنه ضروري جدا تعمل لايك للحلقة دي عشان تصل أكبر عدد من الناس والأهم من ده تعمل لها شير على مستوى السوشيل ميديا بشكل عام كلنا كمجتمع رياضي شغوف وبيطمح وبيطمع دايما لأنه منتخبات وأنديت تكون في وضع أفضل على كل المستويات على صعيد المرافق على صعيد النتائج على صعيد البطولات وحتى كمان على المستوى الإعلامي وعلى مستوى السوشيل ميديا في أنه يكون دايما ظهورنا أفضل وأفضل أنا حد أطرح سهال مهم جدا جدا هل نحن عشان نقدر نعمل مكتب إعلامي أو نعمل شغل إعلامي هل ده محتاجة إنك يكون عندك الإمكانيات المالية العالية جدا اللي بتخليك أنك تقدم الخدمة دي هل الأنديا العالمية الموجودة حاليا برشلونة ريال مدريد ليفر بول مانشستر يونايتد السيتي الأهل المصري الدحيل الهلالة السعودي النصر السعودي كل الأنديا الموجودة حاليا في العالم اللي بتقدم لعبيها بشكل ممتاز هل الأنديا دي حاليا بتصرف على السوشال ميديا مبالغ طائلة جدا جدا هل أنا كنادي سوداني ما عندي الإمكانيات المادية هل ممكن أقدم خدمة إعلامية تكون متميزة جدا على مستوى السوشال ميديا وعلى مستوى تقديم اللاعبين البروموهات وحتى التشكيلة وحتى الذكريات تاريخية خاصة بالنادي هل أنا محتاجي أن أدفع مبالغ طائلة ولا ممكن جدا بأقل الإمكانيات أنا أعمل أنا حاب إليه أقول إنك إنتك نادي سوداني فرضنا إنك ما عندك القيمة المادية أو القوة المادية اللي بتخليك تتعاقد مع شركة إنها تعمل لك الشغل ده ممكن جدا تعمل بأبسط الإمكانيات اللي بتخليك تتواجد في السوشال ميديا تتواجد كبكتب إعلامي مؤثر مع جماهيره وتقدر تقدم الخدمة بشكل ممتاز جدا جدا تعالوا نتكلم عن حاجات مهمة جدا خاصة بتاريخنا في تقديم اللاعبين أنا حاب أتكلم عن فرضنا إنه ناخد مثال لتقديم الهلال والمريخ للاعبتهم مثلا في الموسم الفات المريخ قدم لاعبينه مثلا كورونجو واجدعوض هندسة بالصورة دي يا ظهرة قدامكم هي صورة بس ما فيها أي حاجة ممكن أنت للإعلام تحاول توضح إنه اللاعب ده جامل وين ومشى وين وحيعمل معك شنو طموحاته شنو وين كلامه هو وين تصريحاته للإعلام ممكن جدا اللاعب يوقع الليل بالليل وما يصار إلا بعد ثلاثة أسابيع يتكلم مع جريدة خاصة بالنادي ممكن حتى الجريدة ما تكون موضوعية في تناولها للمواضيع وممكن يتكلم في كلام الناس ممكن ما تصدقوا أصلا فيه وممكن حتى ما يقدر يقول الحاجة لو محتاج لها ويتم الصحفيين الكلام الباقي تعال في الاتجاه التالي يتكلم في إنه تقديم الهلال لواحد زي لاصل جيسي الناس متابعين للنادي بيتكلموا عنه هو التقديم الأول من نوعه التقديم سيء جدا تقديم ما يليق حتى بلاعب في رابطه نحن زمان لما كنا الملعب أو كنا مسؤولين من أندي في الروابط كنا بنقدم اللاعبين بشكل أفضل أنا ممكن أصابرهم بصورة تكون جميلة جدا وحتى موجودة الناس ممكن تشوف الروابط الموجودة إنك تشوف اللاعبين يتصوروا بشكل أفضل فإنت بتتكلم عن نادي الهلال بتتكلم عن نادي المريخ أندي ليها اسمها على المستوى الإفريقي ليها جماهيريتها ليها جمهور كل يوم بيطمح ويطمع أنه يكون دائما الصورة تكون أفضل فإنت كإداري ما قادر حتى تعمل مكتب إعلامي يكون على مستوى عالي أنه يقدر يطلع صورة بشكل أفضل يطلع فيديو بشكل أفضل أنت كمان ترسم أنه اللاعب ده حيجي ويقدم بالطريقة الفلانية يتكتب لها سيناريو في الإعلام بيدرسوا الناس السيناريو أنك كيف تقدر تعمل البرنامج فأنا أقدر أعمل السيناريو كامل أنه اللاعب الوقت الفلاني حيكون في الحتة الفلانية حيأخذ الصور حيأخذ الصور مع اللاعبين حيأخذ الصور الرئيسية حيمشي يتعامل له الفيديو البرومو اللي هو مفزل بيشوفه إلا يطلع بعض التصميم النهاي الحاجات دي شنون محتاجاوا خلونا من الأندية العالمية اللي هي بتقدم بتتعاقد مع شركات عالمية فإنها تعمل البروموهات أو تعمل غيره شفتوا تقديم الأهلي اللي هي مكسيكوني مكسيوني أو حتى بتاع سيمبا التنزاني شفتوا تقديم الأهلي لللاعب اللي هو بيرس تاو اللي هو كان في الدور الإنجليز وجل الأهلي شفتوا التقديم كيف شفتوا الصور شفتوا الرعاية الجاية تحت اللي بتاعت الشركة شركات كثيرة ما عايز أقول أسامي موجودة أكثر من 15 شركة في الصورة حقت الأهلي انت كإداري سوداني انت كإداري لنادي الهلال لنادي المريخ الفلاع عطبرة الخرطوم الوطني كان دي يقول لكم ما قادرين تسوقوا للنادي يكون عندكم مكتب بتاع تسويق ومكتب بتاع علام تمشي تلف على شركات أنا حاختي اسمك في الصورة أنا محتاج منك ألف دنيا في الشهر ألفين ألف دولار تلاتة ألف الرغم الموجود كم ليه ما تمشي تتعاقد تقول له مرحبا أنا أدار ليه أربع شركات عشر شركات على مستوى عالي راعي فضي راعي ماسي راعي ذهبي انتو حتكونوا موجودين في المباراة حيكون عندكم واحد واثنين وثلاثة وحيكون عندكم مجاعد كده 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 التشيرتات أول ما تصل الشركة بتاعاتكم حنديها قيمة كده من الشري من التشيرتات لا حنعمل ليكم خصم على الشركات التشيرت من كده التشيرت حاجة أنا حيتقدم مثلا من بومة حيتقدم من شركة ما عارف وين طبعا برانا في النهاية حنديكم تشيرت حيكون بنسبة 75% اللي هو 25% حيكون خصم وعندكم كود خصم كشركة حنطيبكم في الحتة فلانية حناخد منكم بس في السنة مبلغ بتاع مليون جنيه سوداني المليون جنيه ده أنا بالنسبة لي حيخليني أعمل سوشيال ميديا على مستوى عالي جدا انت كنادي ما حتخسر انت كإداري سوداني بنفس العقلية القديمة الموجودة انت ما حتخسر من جبك حاجة انت جيب ليك مسوق يكون زكي فاهم صائع بالعربي كده صائع بتعمكاتي تقدر ليف الخرطوم دي شبر شبر على الشركات على المحالة التجارية ويمشي فعلا يعمل ليك أكبر عدد من الشركات يجي يعمل ليك الرعاية رعاية على القميص رعاية على الصورة رعاية على الفيديو تعال كده ببساطة أخذك انت كمتابع سوداني تعال أخذك علي تقديم سيف تيري شفت تقديم سيف تيري تقديم سيف تيري لنادي فاركو المصري هو تقديم زيه زي لاعبين كتيرين لكن تقديم سيف تيري بالذات مع نادي فاركو المصري عمر ليو برومو أفضل من اللاعبين التانين عمر ليو برومو عمر ليو برومو أول فيه النصر معارف الجارح وشلوك أنا ممكن أديكم منه صور الفيديو خايف يكون فيه حقوق النصر الجارح السوداني سقطت جديان كلام سيف تيري ذاته هو كده خلاص سيف تيري أصلا تجربت الاحترافية هي نجحت من هنا حتى لو جرى عالسودان بكرة هو نجح نجح فيه أنه فعلا اسمه يعني ظهر بطريقة ممتازة جدا تصاميم على مستوى عالي فإنت كمتابع سوداني من ريخي هلالي تأكد أن اللاعبين محتاجين للحياة الزي دي أنت كمتابع بالتأكيد بتطمح وتطمع أنه يكون الحاجة بالمستوى ده لكنه مرضو عايز أفهم كل الحاجة دي ممكن تتعمل ببساطة ببساطة تعال نتكلم عن أنه التسجيلات بعد سبع يوم واحد عشر حتكون التسجيلات طيب أنا لك أنا كإدارة أو كشركة ممكن أتعاقد اللي يمكن يكون في مجموعة بتاعة مصورين مميزين جدا موجودين في السودان وممكن أعملوا ليك الخدمة دي بيوفر يكون مميز جدا جدا بالنسبة لك عادي جدا أن أتفق معهم في أنه يا جماعة اسم الإهلال ما يسم شوية اسم المريخ ما شوية الخرطوم الوطني ما شوية ألام العظمر وغيره أنا عايز أتعاقد معكم كشركة تعملوا لي التصوير بتاع كل موسم للاعبين ويكون في بروم وظريف كده لللاعبين البيجو من خارج السودان فإن أنا أقدمهم بشكل أفضل نظر الكلام ده أنا حدي قيمة مادية حخلي اسم الشركة بتاعتك في البرشورات حخليها في الصورة الثابتة حخليها في غلاف الصفحة الرسمية في فيسبوك تويتر يوتيوب حخليها في تشيرت على تجاه اليمين في تشيرت حق التمارين في تشيرت الحي تبع في الستور بتاعيد إذا كان في ستور فإنت مفروض تكون عندك الصيغة المناسبة اللي بتتعامل بها مع شركات اللي بتصمم طيب فرضنا إنك إنت ما عندك الإمكانية تعمل تعاون مع شركة تعال إخلق إنت لنفسك شركة أكل نفسك عشان ما تجيب واحد يأكلك من برا تعامل إنك تتعمل مكتب إعلامي متكامل تشتري شوية كاميرات وتجيبها وتجيب مصممين اتنين تتعاقد معاهم بشكل رسمي عملهم دايما بيكون كفريلانسر من بيوتهم بيترسل لهم الصور على الإيميل وبشتغلو لك أحسن شغل أنت محتاجة والسودان مليان فل بالمبدعين المصوريين وبالمبدعين المصممين مصممين الجرافك مصممين الفيديو مصممين الصور وحتى النازل بالعربي كده الشفاتة بتاعنا السوشال ميديا كل حاجة في السودان موجودة لكن كل حاجة محتاجة أنه يكون فيه يكون دفع مادي أو قيمة مادي أنت بتدفعها للنازل عشان يشتغلوا معاك بشكل أفضل وأنا أعرف العديد من الزملاء حاليا شغالين من السودان كمصممين لأفضل الأمدية العربية في الخليج ببساطة عشان تعرفين كده عندها قيمة في البلد ما مستخدمة بالشكل الأفضل فرضنا إن كده حاليا ما عندك زي ما قلنا من شوية ما عندك قروش لأنك تتعاقد مع شركة كبيرة أكيد عندك قروش تقل تشتري لك كاميرتين أو حتى تتعاون مع اتنين مصورين واحد يكون بسؤول من التمارين واحد يكون بسؤول من المباراة على حسب التكسيم أنت محتاج له الحاجة الثانية مصممين اتنين يشتغلوا كفريلانسر من بيوتهم وتتعاون معهم بالقطعة تتعاون معهم بالموسم تتعاون معهم بالشهر حتلقى صيغة مناسبة تتعاون بيها مع مصممين مميزين جدا جدا والطريقة التي تتعاون بها مع الناس كأفراد ممكن جدا يكون كقيمة مادية مدفوعة بعد ذلك أساميهم بتكون موجودة وبتتعلق معك واحدة واحدة صور راك انت بتكون بشكل ممتاز صور تشكيلة صور لعبين مجلس إدارة حاجات كثيرة جدا وممكن أقول بصراحة الحاجات دي ممكن في الفترة الأخيرة أنا بجد بشوف في السوشال ميديا عشان نكون واقعين ونكون منصفين في صفحات في السوشال ميديا يمكن ما تمت الخمسمائة ألف لكن عاملة شغل عالي جدا جدا أنا ممكن ما بتحيز لزولو سبورت عشان أنا كنت واحد منهم إنما شغلهم احترافي حتى الكمية الصور أو جودة الصور اللهم بالقوة بيشتغلوها صور بالتلفون والتصاميم كلها بتكون يدويا وشغل مبسط بالأجهزة العالي جدا وكبير وفي دقة وشغل عالي جدا مصممين على مستوى عالي شغالين مع أفضل صفحة المسال ما أعتقد إنهم متعاقدين مع شركة بتاع التصميم شغلهم عالي عالي درجة بعيدة حتى الاندية الهلال من ريخ الاثنين ما عندهم شركة بيتعاونوا معها أو مصممين أو حتى ناس محترفين في الصفحات بيتعامل بها المستوى ده فإنت كيف ترجع لأنك تتحاول الحاجة الجزئية دي هي بيقت أهم بكتير من إنك تتكون في الموسم بتحصد في نقاط وتحصد في أرغام قياسية أنا متأكد تماما أنتم ما عارفين العشر أوائل في الدور منه العشر اللي هم موجودين كترتيب الهدافين ما عارفين الأفضل تصديات ما عارفين الأرقام القياسية الخاصة بالدور الخاصة بالفريق الخاصة بالغربال الخاصة باللاعبين الخاصة برؤسال أندية الإنجازات العملة الإنجازات الإدارية التي تعملت حياة كثيرة جدا ممكن أن تكسوشال ميديا وكناس محترفين يقدروا لعملك الحاجة دي بشكل ممتاز بشكل مميز جدا الحاجة دي ممكن أنا أقول شوية بالنسبة أكتر من 60% وصلوا لها حاليا المكتب الإعلان الموجود في الاتحاد وأنا بشوف النقطة الوحيدة المضيقة للاتحاد شغالين بشكل ممتاز أعتقد برضو مدعا قدين مع الشركة وعملين شغل تصاميم على مستوى عالي جدا فده الشي اللي بتنقوص أنديةنا حاليا في إنا كيف ترول لنفسها أنت ممكن تكون عندك إنجازات كبيرة على مستوى عالي جدا يكون عندك تسويق لكن ما عندك واجهة إعلامية تقدر تخليل غير يفهم أنت بتحمل في شنو تسجل أحسن لاعب وتصوره بيتلفون بيتطلعوا تلفونك من جيب وتصوره طب استفيدت شنو أنت إنت القيمة المادية جيب تبعا لعب ده 300 ألف دولار ما قاعدة تخسر ألف دولار واحد بس عشان تجيب مصور أو تجيب كاميرا وتوظف لك مصور معاك بمبلغ مالي زهيد ومصمم بمبلغ مالي زهيد اشتغل لك الشغل العالدة مصمم جرافيك مصمم بتاع فيديو وإعمال لك البروموهات تعالي شوف اللعب بتاع الرجال اللي انتقل لنا دي واحد من الاندي القطرية شوف التقديم كان كيف تعالي شوف التقديم بتاع اللعبة بتاع تلاهل زي ما قلت لك من شوية تعالي شوف تقديم سيف تيري وتعالي شوف تقديم اللعباتنا نحن السودانيين شتان ما بين الثرى والسورية خلونا عشان نكون منصفين وواقعين بنتكلم الليل عشان نلقى إدارة واحد يحضر حلقاتنا دي عشان يوم من الأيام يقدروا في الموسم الجاية في العشر يوم الجاية مضيت أي لاعب ببساطة ببساطة ستارة خضرة ما تكلفك ألفين قول تكلفتك عشر ألف ستارة خضرة ما تكلفك عشر ألف كاميرا قول كلفتك أي كان رقم الكلفتك ليه مصور وتعالي جيب واحد بتاع تصميم يكون مستوىه عالي عمل لك أفضل تقديم لللاعب والتقديم ده لو عاملينه فريق فارقه المصري التقديم عادي جدا ممكن يكون في غرفة زي الغرفة لما تكلم منها دي لكن الخلفية خضرة والتصوير على مستوى عالي ودقة عالية بعد ذاك بتجيب الخلفية تعملها بفارقه تعملها بشركات راعية تعملها بغيره وزي ما قلت لك جبية كيف تلف على شركات التقنيعة إنه صورة نادي الهلال في اليوم أو صورة نادي المريخ بيشوفوها في اليوم مليون مواطن مليون مواطن بتلف على مستوى السوشال ميديا بتلف واتساب انستجرام فيسبوك تويتر وغير تروج لنفسك تروج للاعبينك تروج لإنجازاتك تروج لحياتك كثيرة جدا إنت محتاج تروج عنه عشان الناس تعرفك فالحاجات دي مبسطة مبسطة يا مجالس إدارات أنديتنا وإتحاداتنا مبسطة لدرجة بعيدة الإعلام هو الواجهة الوحيدة الممكن تخليك إنت ناجح ممكن تخلي إنجازاتك الناس تعال لها بعين الرضا بعين مختلفة حتى لو أخفقتها بيقولوا زل ديوم من اليوم اشتغل على حاجة كانت حلوة فالشيل بيقدم من السوشال ميديا من الانديا الكبيرة ما بيدفعه فوق كثير ممكن في انديا ما تدفع أصلا وتشتغل إنت كشركة مجال عشان اسمك يكون معاي وفي شركات ممكن تتعاقد مع شركاته وانديا بتجيب موظفين تخطهم في النادي عشان يشتغلوا الحاجة دي وما مكلفين أنا متأكد ما مكلفين أصلا ممكن تتعاون معاي وأنا متأكد أصلا معاي مصممين كتار موجودين هنا في القناة متعاونين وناس ما شاء الله ما فيهم كلمة وكلهم مستعدين إنه يقدموا خدمة بتاع التجربة لكل الانديا الموجودة عشان يوروه إنه في السودان في ناس ممكن يقدموا الحاجة اللي أنت بتشوفها هنا تقدم بال اللاعبين في العالم كله فشوية نصغل لبعض وأنا بالله أنا مستعيد واحد من الناس نعمل مبادرة لكل أنديتنا إنه يكون فيه مصممين ومصممين جرافق ومتاعين فيديو وبروموهات ومناس تمسك السوشال ميديا وتظاهر الأنديا بشكل أفضل وتظاهر اللاعبين بشكل أفضل نقدر نعرف المعلومات نقدر نعمل أي حاجة ما لازم ناخد خطوة نحنا كجمهور بقين نرضى بقينوا اللاعب يصوروه ماشي قدامهم وبارمنوا بالتلفون بالطريقة دي قل لك اللاعب فلان يجه وعمل حركتين ثلاثة وشط الكورة فوق لا 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 ما لنحنا كجمهور سأداء بنرضى بها نحنا بنشوف الحاجة السمحة فبالتالي عايزين نمشي الحاجة السمحة دي بيكم انتم نسوق كلنا نمشي بيكم لحاجة السمحة دي مستحين نمشي من غيركم دي بلدنا ودي كورتنا ودين ناسنا متطورة ما متطورة حنسوق عشان نتطور بها عشان كده بنقول الكلام ده فرجاء الناس الموجودين في الاندية شوية احترام للجمهور شوية تعاون الناس انا متأكد المعلومات الخاصة بالمكتب العلامي او بالتصاميم او غيره واصلاكم لكن ما يكون ما يكون في اللي هو التهاون والمهانة في انه حاجات ما مهمة وما ضرورية تأكد تماما اللي عملت الانجاز بطل دوري ابطال افريقيا وانت يوم من الايام ما كان عندك مكتب اعلامي يقدر رويل لك بشكل افضل انجازك ده ما له اي ثلاثة اللازمة ما له اي ثلاثة اللازمة عشان كده دايما نقول ونعيد انه الحاجة دي مهمة جدا نتمنى انه يكون في مكاتب اعلامية سوشال ميديا على مستوى عالي تصاميم بروموهاد جرافيكس كل حاجة خاصة بالاندية نحن نحاول في الموسم الجاي اللي حيبدد نحن نحاول نركز معاها واي مكتب علامي موجود في الاتحاد او حتى في الاندية نركز معا الحاجة دي لو سمحتو عشان نقدر نتطور بكورتنا اتمنى اني ما اخدت ما كن اخدت من وقتكم الكتير وشاكر لكم كتير وشي اللي بطلب منكم انه الفيديو ده يعني اقل جي الناس تعمل ليهم مشاركات على مستوى سوشال ميديا وكما ما تنسوا اللايك عشان يقدر ياخد رواج اكتر